صاريك وزيك شباب ان شاء الله الفيديو ده هنشرح فيه الوسيلاتينج سيركيت اللي هي اخر جزئية في شابتر فور وهنحل الثلاثة اسئلة اللي سيبناها في الكويتشن بنك عليه الوسيلاتينج سيركيت باختصار كده هي الانتر تشينجة وهي التبادل اللي بيحصل في الانرجي اللي متخزنة في الاندكتور اللي هي الماجنيتك فيلد اندكتور ده اللي هو الكويل والانرجي اللي ستورد في الكاباستور في شكل الكتريك فيلد طيب هنفهم الكلام ده اما نشوفوا الستيبس بتاعته في الورقة الجاية الستركتشر بتاعه ايه عبارة عن دي سي وكاباستور واندكتور بس الكاباستور واندكتور متوصلين هنا براليل اول حاجة انت بتقفل الكي ايه وتفتح كي بي ترن اون سويتش ايه وسويتش بي بيتساب مفتوح يبقى بالتالي احنا بنشتغل في الجزئية دي الاول وبنلغي الاندكتور طيب ايه اللي بيحصل قالك في مومنتري كارنت في كارنت لحظي بيعدي من الباتاري البوزيتف دي وبيشحن البليت بتاع الكاباستور ببوزيتف شارج يعني البليت ده اتشحن بوزيتف والبليت التاني هيتشحن نيجاتيف طيب الكارنت ده هيقع كتير قلنا لا مومنتري طيب الكارنت ده هيستوب لما البوتينشال ديفرنس الجنيريتد عند التو بليتس تبقى قد البوتينشال ديفرنس تاع الباتاري ده احنا قلناه واحنا بنشرح الكاباستور مفهوش جديد نتيجة البوتينشال ديفرنس اللي موجودة عند الكاباستور انها عملت تتكون ده كده بيكون لك الكتريك فيلد ويبقى احنا دلوقتي حصلنا على الالكتريك فيلد اللي اتكونت او اتجمعت حوالين البليتس بتاعت الكاباستور حضرتك دلوقتي هتفتح الكيدة ما تقلقش اللي تشارجة تفضل متخزنة ايه الساكن دستيب الساكن دستيب ان احنا هنفتح ايه ونقفل بيه فانت كده يا معلم يبقى انت توصلت الاتنين دول مع بعض تعالى نشوف ايه اللي هيحصل سويتش ايه اوف وسويتش بيه هو اللي بقى قن هنقسم الكلام اربعة اربعة سايكل كاملة اول ربع قالك الكاباستور start to discharge يعني البوزيتف كيو اللي كانت موجودة هنا والنيجاتف كيو اللي كانت موجودة هنا اللي تشارج البوزيتف والنيجاتف هيبدأ يحصل لهم يفرغوا الشحنة اللي فيهم ركز وفرق بين حاجتين اللي تشارج الاكيموليتد في الكاباستور هتقل ما احنا طبيعي بنقول ان بيحصل لها دس تشارج والبوتنشال ديفرنس حولين الكاباستور بتقل والانرج المتخزنة بتقل ده كده مفوش مشكلة ده كده مفوش مشكلة وما لا فرق ما بين ايه و ايه عم increasing time rate of change of charge ازاي بنقول ان اللي تشارج بتقل وازاي بنقول ان time rate of change of ذا كاباستور بينكريز هو ايه ال time rate ده اللي هو اي حاجة divided time يعني دي delta q على delta t لكن فوق هنا كنا بنكلم على اللي تشارج متخزنة نفسه طيب تعال كده نبص على الجراف ده احنا بنتكلم يا دوبك على اول ربع اللي هو لحد العلامة الحامرة دي الكيرف اللي سويت ده كيرف q الكيو بتقل ولا بتزيد بتقل دي اول نقطة طيب لكن اما اقولك q على t اتقول لي انت كده بتتكلم على السلوب اقولك تعال كده نخش جوه الربع ده اللي سلوب عند النقطة دي اهو اللي سلوب عند النقطة دي اهو اللي سلوب عند النقطة دي اهو كده اللي سلوب بيزيد ولا بيقل الانجلي انت شايفها بيزيد ولا بتقل بتزيد يبقى الكيو على t بتزيد لحد ما توصل هنا اللي هي maximum value of q على t بس الكيو شخصيا بتقل تعالى كده نبص على current current بيزيد ولا بيقل current بيزيد ما ليش دعوة ان دي negative احنا عارفين ان كده كده negative just direction بس دي zero دي negative one negative two negative three current بيزيد يا رب كده طب افهمت الفرق بين قصة ان الكيو بتقل بس اللي تشينج بتاع الكيو بيزيد ايه لا يحصل لما اللي تشينج بتاع الكيو بيزيد قالك الانتنست بتاع الكارنت اللي معدية بيزيد تمام ما هي كيو على تي ده اصلا اقوال مين ناقصك بس اضربه في ان كده لا من غير اضربه في ان كيو على تي ده اقوال مين اقوال current فالكيو على تي بيتزيد يبقى الكارنت بيزيد which lead to increase الانتنست بتاع الماجنيتك فلد ادي الماجنيتك فلد ظهر او بس الماجنيتك فلد ده اللي هيتخزن جوه مين اللي هيتخزن جوه الاندكتور جوه الكويل العيمين يبقى بدأت دلوقتي تبان فكرة ان الالكتريك فلد المتخزن جوه الكاباستور يتحول لي ماجنيتك فلد يتخزن جوه الاندكتور احنا كل ده لسه في الربع الاول وانزا كباستور دي كده اخر خطوة في الربع الاول ادي خطة هو يفصل لك الربعين عن بعض البوتينشال ديفرنس ما بين الترمينالز بتاعتو كل سالة وانتا طايف فانيش الكارنت انتنستي بقى مالو بقى ماكسموم يرجع كده للجراف ده عند هنا قلنا الكارنت بيزيد او لو بيقل بيزيد فالكارنت هيبقى ساعتها ايه هنا ماكسموم نيجاتيف نيجاتيف مش مشكله الاكتريك انرجي اللي متخزنه في الكاباستور اتحولت تماما الى ماجنيتك انرجي متخزنه جوه الكويل تمام تمام نخش على الربع التاني كاتب لك هو تي اكوال نص تي كابيتل كارنت انتنستي ستارت دو دكريز تعالى كده نبص الكارنت انتنستي احنا خلاص بنتكلم على من الجزئية دي للجزئية دي اللي هو الربع التاني الكارنت انتنستي كده بيقل ولا بيزيد لا يا باشا ده انت كنت تلاتة وراحل زيرو كارنت بيقل طيب الكيو الكيو شخصيا بتزيد ايه كانت زيرو بقيت وان بقيت تو بقيت سري بقيت فور وهكذا لكن تعالى نشوف السلوب السلوب هنا هو السلوب كده السلوب كده السلوب كده السلوب كده كده السلوب بيقل ولا بيزيد بيقل اللي هو الكيو عد تيه بتقل طيب نرجع تاني نقولها من الاول كارنت انتنستي دي كريز جوه الاندكتور قالك ده بينتج عنه فورورد انديوز اي ام اف احنا متفقين ان فورورد انديوز اي ام اف يعني اي ام اف في نفس الاتجاه طيب احنا الكهربا في الاول عندنا لو ركزت كده هتلاقي ماشى ازاي هتلاقي ماشى من البوست في النيجاتيف ماشية كده النص التاني اما نقول فورورد انديوز ام اف يعني في كهربا هتمشي في نفس الاتجاه يا عم الحاج ده احنا في اخر الربع الاولاني قلنا ان ولا في كيو هنا ولا في كيو هنا مفيش تشارج اصلا الكهربا دي هي تيجي منين ما هو احنا عارفين ان اما تبقى مفيش تشارج معناها انها نيوترال نيوترال يعني عندك بوزيتف اد نيجاتيف نيوترال يعني عندك بوزيتف اد نيجاتيف الفورورد انديوز ام اف اللي هتكون دي قالك هتعمل دراج هتسحب مور الكتريكت شارج من البليت ويتش ايز بوزيتف في الديريكشن بتاع اثر بليت يعني اما اسحب من النيوترال دي بوزيتف اللي هيتبقى نيجاتيف يبقى البليت اللي هو اللبني اللي فوق اللي كان بوزيتف ده كده ما عاد شارج بوزيتف كتير خلصت يعني بقى نيوترال سحبت منه بوزيتف تاني بقى نيجاتيف قالك زكا باستور بليت جراديولي اتشارجد بس اوبزيت اتشارج الانيشيال اتشارجد يعني اللي كانت انيشيالي بوزيتف بقت هنا نيجاتيف واللي كانت نيجاتيف بقت بوزيتف هو رجعت شحن تاني الكيو زادت فيه تاني بس بالعكس بص كده مش احنا هنا قلنا على الحتة دي الكيو فيها بتزيد اه بس بتزيد بالنيجاتيف يعني عكس الاتجاه البولاريتي اتغيرت البوتينشيال ديفرنس اكيد بدأت تزيد تاني هي كانت بتقل الماجنتيك انرجي اللي متخزن في الاندكتور بدأ هو اللي يتحول الالكتريك انرجي يتخزن في الكاباستور رجعنا نعكس الوضع تاني الكاباستور هيتشاحن تاني البوتينشيال ديفرنس والانتينيستي هتبقى ماكسمم ما بين البلاتس بتاعته بس الماجنتيك فيلد اللي كانت متخزنها في الاندكتور تمام كده معلم رجعت تتحول تاني الالكتريك انرجي تتخزن في الكاباستور البروسيس دي هتفضل تستمر وقال لك هتكون لك شكل اي سي كارنت بفريكونسي بتاعته اي سي كارنت سوري اللي هي بتزيد وتقل وتغير اتجاه ده الجراف اللي احنا كنا نتكلم عنه الاي هيعملها تزيد وتقل في شكل اي سي كارنت قال لك اللي اتشينج زي كارنت زي الجراف ده طب احنا عايزين نقول كومنت على الجراف ده يخليك تحفظه عشان لو جالك يقولك اختالي جراف من دول يبيني الاستريتنج سيركت تعال كده نمسك ربع من الاي وربع من الكيو مين اللي سابق الاي سابقه الكيو بربع سايكل الاي سابقه مين الكيو بربع سايكل تعال امسك اي ربع تاني هادي الربع بتاع الاي وادي الربع بتاع الكيو برضو الاي سابقه الكيو بربع سايكل متنسهاش سري نوتس عشان بقى خلصناهم قالك البروسيس بتاعت التشارجنج والديستشارجنج في الاستريتنج سيركت بيستوب بعد فترة ليه قالك ما هو يمعلم فيه اميك ريزيستنس للكويل وللسيركت وايرز في ريزيستنس في رخامه ليه الكويل والسلك اللي في السيركت قالك فيه جزء من الانرجي يعني بيستهلك ازاهيت انرجي احنا متفقين في الشابتر ده ان الار بتستهلك جزء من الانرجي او الباور ازاهيت انرجي وده بيعملي جراديوال ديكريس في الالترنيتين كارنت عمالين يسحبه جزء من الكارنت اللي ماشي في شكل هيت وبالتالي هو بيقل عشان كده الرسمة دي هي الساين ويف ما فضلتش بنفس البيكا بتاعتها قاعدة اللي حصل لها تقل 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 until it vanish والديستشارجنج والكارنت كل سنة وانت طيب بيموت opposite graph represent dumping dumping دمبنج يعني انعدام او الالام نقص التشارج بتاع البلات دمبد طيب حضرتك انا مش عايز يحصل قالك تميك البروسيس بتاعت التشارجنج والديستشارجنج تستمر it must be supplied by extra تشارج يبقى حضرتك هو بيقول لك الكارنت اللي الكويل فيه والسلك هيستهلكه انت لازم تعمله لازم تمديني تاني بيالكتريك تشارج to recompensate عشان تعود اللوس في الالكتريك انرجي تعالى نبص على الاسئلة اللي كانت عليه شابتر فور في الكويتشن بنك قالك in the oscillating circuit when the k1 is opened و k2 is closed assuming that in the omic resistance بتاعت الكويل والواير neglected يعني الحاجة اللي كانت بتعملك وتستهلك منك انرجي مش موجودة ايه اللي هيتكون احنا متفقين كده كده ان هي ac current مش dc ومش yoney direction مفيش حاجة اسمها no current opposite figure نبص على figure هنلاقي ده بعدها دي نقول عليها oscillating circuit electric current contained charged capacitor connected to coil L through switch key which was the flung graph represents the change in h of the quantity of the charge and the plate of and the charge and the plate of the capacitor والcurrent in tennessee i احنا كنا متفقين ان مين اللي سابق مين ال i سابق q زي اول واحد ده ادي الربع بتاع i و ادي الربع بتاع q جاي بعده opposite figure present direction in the current at a certain moment what happened to the current in tennessee i in the following interval through quarter of product time بيقولك ايلا هيحصل ال current في الربع اللي جاي طعا كنا بص ده كده بيحكي على اول ربع احنا حكينا عليه ان ده تشارجد وده تشارجد والcurrent ماشي كده بس خب بالك في مجنيتك فلد متكونة يبقى ده مش بدء من اول الربع ده بدء من النص يعني هو اثناء الربع الاولاني طيب اثناء الربع الاولاني current كان لي بحصله بص كده يا عم على الرسمة دي current كان بيزيده بعد كده قال increase لكن هو لو جايب لي الربع من اوله لو جايب لي الربع من اوله هقول له increase بس يعني هو لو جايب لي بيسألني عن الربع الاولاني بس هقول له هو increase وشكرا لكن هو بيسألني على مثلا من اول الخط ده وقال لي ربع لفة اللي هو الحد هنا فهو increase increase يا رب يبقى التزبطت اقروها تاني بيتكو في المينبوك اكتبوها افهموها كويس والجراف بتاعها يتفهم وما تنسوش ان هي كانت example على يعني اسئلة ممكن تجيلك ان انت تطبع عليها قانون لو فيها حاجة مش واضحة يبقى اتولي سعر عليكم موسيقى موسيقى